اشتركوا في القناة من اليوم اللي هو 13-8 لغاية يوم 21-8 القمر موجود اليوم في منزلة المقدم رح يستقر بعد قليل يعني في برج الحوت وما زال في آخر درجات برج الدلو ولكن رح نعتمد أنه هو انتقل لبرج الحوت واستقر طبعا القمر اليوم موجود في منزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة رح يمكت القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 41 دقيقة صباحا من صباح اليوم السبت لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر بما أن القمر موجود في برج الحوت معناته بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة على جميع الأبراج منشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة باتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم يبينزوا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي وفي هاي الفترة بنقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى شراء الزهور اقتناء آلة تصوير بالنسبة للزوايا الفلكية اللي اليوم مأثرة طبعا في عنا أول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية بين المريخ وبين نبتون وحكينا أنه هاي تأثيراتها لغاية يوم 14-8 بيكون لدينا تركيز عالي لدرجة أنه ممكن نكشف أي شخص بحاول الكذب علينا أو خداعنا وهاي الفترة برضو بتدفعنا لحب المغامرة وتحمس لفكرة ما وممكن نحقق إنجازات علمية أو عملية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين أورانوس وهاي طبعا تأثيراتها ليوم 15-8 بيتمرد بعض الأشخاص وبيتصرفوا دون اكتراث للعواقب كما أنه بيتمرد بعض الأبناء على أهاليهم غالبا بتحدث بعض الثورات أو الانقلابات العسكرية أو الاغتيالات في مثل هاي الوضعية بتدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في الحكومة واحتمال إضرابات أو اشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة وبتدل كذلك على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث الإيجابية بين المريخ وبين بلوتو وهي تأثيراتها لغاية يوم 18-8 بتجعلنا شوي هيك نبدو كأننا خجلين أو خجلون أو عنا خجل من شيء معين أو من تصرفات معينة أو أثناء التعامل مع الغير ولكن ممكن أن نرد على الأشخاص اللي بيثيرون بعنف شديد جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين الشمس وبين زحل وهي تأثيراتها لغاية يوم 18-8 بتخلق مصاعب عراقيلة بتحتاج منها بذل الجهد الأكبر والتصميم والإرادة لا تجاوزها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس المنفصلة الإيجابية بين نبتون وبين بلوتو وهي تأثيراتها لغاية يوم 2-9 وهي اللي بتسبب عودة وضعية قديمة هاي الوضعية أو هذا الشخص بيرجع على الساحة وبيدعم وضعنا بشكل أكثر بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل مع القمر طبعا ما فيش غير زاوية وحدة رح تتشكل في ساعات المساء وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين عطارد وهي ذروتها ساعة سبعة ودقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا هاي زاوية تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات منتصف الليل فبعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طبع بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية عندنا القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الأندروفين اللي هو هرمون المسكل للألم بصير فيه بعض الخلل فعشان هيك بعض الأشخاص بيشعروا بالألم أكثر من الأيام العادية والميتالونين وهو هرمون المساعد على النوم عشان هيك أغلب الأشخاص بصير عندهم أرق أو قلق أو ما بيعرفوا يناموا وفي نفس اللحظة بصير في بعض الأحلام أو الكوابيس بالنسبة لهذا اليوم طبعا ما زال القمر في مراحل الاكتمال فعشان هيك الأشخاص اللي بيأخذوا مميعات دم هدولة بدهم ينتبهوا وينبهوا الأطباء للمميعات أو يوقفوا المميعات قبل بأيام قبل إجراء أي عملية جراحية بسبب سيولة الدم أما بالنسبة لعمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها فما في أي مشاكل للعمليات مناسب هذا اليوم للأمور اللي إلها علاقة بالتجميل مثل الحقن والجراحة ما زالت الأجواء تصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا تصلح للقص العلاجي وهذا اليوم بدأت مراحل اللي هي أنها تصلح لإزالة الشعر الزائد وهم الأشخاص اللي بيكون عندهم شعر كثيف وبدهم يخففوا من هذا الشعر بالليزر بالإزالة بأي شيء فهذا يوم مناسب أما بخصوص الحجامة فما زالت الأيام جيد الحجامة اللي هو اليوم 13 وغدا 14 هاي أفضل يومين ضلوا للحجامة أو لتبروا عدم بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحوت فخلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد 14 8 رح يكون في تمام الساعة 3 و 10 دقائق عصرا ورح يستمر حتى تمام الساعة 8 و 42 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتبل عمره 16 يوم في تمام الساعة 6 و 34 دقيقة مساء بيصبح 17 يوم نسبة الإضاءة تنزل لتقريبا 95% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 23 8 طبعا منتحسه بنسبة 60% القمر في الحوت حتى يوم 14 8 منتحس الآن بنسبة 10% ولكن في ساعات المساء بترتفع نسبة النحوس إلى 40% عطارد في العذرة حتى يوم 26 8 سعيد الآن بنسبة 45% في ساعات المساء بيصير سعيد بنسبة 15% الزهرة في الأسد حتى يوم 5 9 هو الآن سعيد بنسبة 85% ولكن في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 70% المريخ في الثور حتى يوم 28 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28 10 منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور حتى يوم 24 8 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 4 12 منتحس بنسبة 15% بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات الأسبوعية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم السبت وغدا الأحد القمر موجود بالحوت فعشان هيك بتشعروا بالتعب بنال منكم لأنه بيت متاعبكم أو بتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم بتكون تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وتخلدوا للراحة أنتوا في أضعف وأقل أيام الشهر حظا فما تراهنوا على الحضوض أبدا وحاولوا أنكم ما تحسموا أي أمر بتميلوا للهدوء والبعد عن الصخب اتوقعوا أنه يكون فيه نوع من أنواع الفوضى أو التأخير أو الخسارة في هاي الأيام حاولوا أنكم ما تتخذوا أي قرارات حاسمة أما بالنسبة ليوم الأثنين ويوم الثلاثاء القمر بصير موجود في الحمل فثقتكم بأنفسكم بتصير كبيرة وبعمكم النشاط وبتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الأمور العالقة ممكن تسمع جواب كنت بتنتظره أهمش أنك تتحرك وما تنتظر أنه الفرصة تيجي لعندك بحاول أنت تذهب وتبحث عنها وما تضيع الوقت وتعتبر هاي بالنسبة لإلك بداية مرحلة جديدة للأيام القادمة أما بالنسبة ليوم الأربعاء ويوم الخميس وحتى ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود بالتور فعشان هيك بتحمل هاي الأيام فرصة مالية ممكن تكون هاي الفرصة مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتكم بتطالعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا ومهنيا وعاطفيا وما تضيع الفرص وحاول أنك توظف طاقتك الذهنية البناءة لا وضع حد للتساؤلات والالتباسات وناقش بوضوح أما من ظهر يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد القمر بصير موجود بالجوزاء فهنا بتنشطوه في مجال السفر والاتصالات حاولوا أنك تفوضوا بثقة وجراءة وحاولوا الدفاع عن مواقفكم وقضيتكم ولكن بتكون تجنبوا الكلام اللادع ممكن أنك ما ترتاح بسبب كثافة الأعمال وحاول أنك تباكر لعملك وما تعرض نفسك للإرهاق بتتميز بفعالية وديناماكية وممكن تسمع جوابي بيعجبك أهم شيء أنك ما تبالغ بمصاريفك فترة نشطة جدا جدا وجيدة للإمجحنات لترويج لسلعة معينة لتقرب من الإخوة من الجيران وها أيضا للاهتمام بسيارات والأجهزة الإلكترونية برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا اليوم السبت وغدا الأحد القمر موجود في برج الحوت فعشان هيك بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم بوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة أحدهم وبتقدر تطلب المساعدة وأهم شيء أنك ما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد وحاول أنك تخرج للقاء الناس الأجواء جيدة اجتماعيا وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من لقاء بعض الأصدقاء أما بالنسبة ليوم الأثنين ويوم الثلاثة القمر بصير موجود بالحمل اللي هو بيت متاعبكم فبتصير هاي الفترة بتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغداكم وأراحتكم تهدأ الوتيرة وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وممكن تشعر ببعض الخيبة ليش؟ لأن القمر موجود في بيت متاعبك فممكن تظهر بعض الخلافات أو الالتباسات وطباعك في هاي الأيام بتكون متقلبة ومزاجك متعكر فحاول أنك ما تخالف القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع بالنسبة ليوم الأربعاء ويوم الخميس وحتى ظهر يوم الجمعة القمر موجود في برج الثور فعشان هيك بصير القمر موجود عندكم فقدكم بأنفسكم بتصير كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم كتبادروا لخطوة جديدة ادعم من مركزكم الاجتماعي الحضوط قوية والنتائج حاسمة ما في أي شخص بيقدر أنه ينافسك في هاي الأيام وبتقدر تطوي صفحة من الماضي بترتفع المعنويات مجددا وبتكون فترة ناشطة وواعدة بتطور جيد حضوط عالية وتعتبر من أفضل أيام الشهر من ظهر يوم الجمعة ويوم السبت والأحد القمر بصير في الجوزاء فهنا بتنهمكم في ضبط ميزانيتكم اتجنبوا النفقات ممكن تهتموا لوضعكم المالية أو ممكن تخضوا تجربة مهمة بتمتحن موقعك وخبراتك أهمش أنك ما تجازف بأموالك أو باستقرار وضعك المالي اتريف شوي اهدى حتى تتوضح الأمور وما تبالغ بمصروفك احذر من المنافقين ورتب وضعك المالي برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم السبت وغدا الأحد القمر موجود بالحوت فعشان هيك بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة بتكثر عندكم المسؤوليات وبتشعروا ببعض الاضطراب ممكن تعيش فترة تعتبر فترة امتحان أو ضغط في حياتك اليومية أهم شيء إنك ما تكون مهمل في ساعات المساء بتتغير الأجواء بشكل جيد أما بالنسبة ليوم الاثنين ويوم الثلاثة القمر بصير موجود بالحمل فهنا بتبدأ مرحلة جديدة بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة بإمكانك أنك تعبر عن آراءك بحرية وجراءة بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة بتسقنك أحاسيس متناقضة ولكنها فترة مناسبة للتحالف لمديد العون للزملاء لها بداية عمل جديد أما بالنسبة ليوم الأربعة ويوم الخميس وحتى ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود في برج الثور يعني صار القمر موجود في بيت متاعبكم فبتصير الفترة هاي بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولوا انكوا تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم بيسود الهدوء والملل وبتراوح أعمالكم مكانها في هاي الأيام وبتخيب أمالك لسبب أو لآخر أهم شيء أنك ما توقع على عقد ما تحسم أمر فترة فارغة من الطاقة والحظ فما تراهن عليها أما من ظهر يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد القمر بصير موجود بالجوزاء عندكم فهنا بصير عندكم قدرة عالية جدا عمواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها بتكثر المشاريع وبتختلط الواجبات أهمش أنك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الأمور حدد أهدافك وأولوياتك باستطاعتك استعادة الموغة المتقدمة في أعمالك وإنجاز الكثير منها برج السرطان بالنسبة لما أوليد برج السرطان طبعاً القمر صار موجود اليوم واليوم الأحد موجود بالحوت فعشان هيك هذا فترة مناسبة وقوية بالنسبة لإلك في هدولة اليومين خصوصاً للأشخاص اللي بيتعاملوا مع أجانب أو بيدهم هجرة سفر بعيد الاتصالات البعيدة الدراسة الجامعية المقابلات المناقشات الدراسة برضو ممتازة تقديم الامتحانات برضو ممتازة وفي هاي الفترة بترغبوا في التفاهم مع أحبائكم أهم إشي أنك ما ترتجل أي عمل وما تستخف بالواجبات لأن الأضواء مسلطة عليك حاول أنك تكون جاهز لتحمل المسؤولية تعتبر هاي فترة مهمة جداً لازم تحصل منها بعض المكاسب أما بالنسبة لأيوم الاثنين ويوم الثلاثاء القمر موجود في الحمل فهون بتظل الفرصة متاح على الأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبحافظوا على إنجازاتهم القائمة بتقدر تبرر كلامك وتوضحه بشكل جيد أهم إشي أنك تكون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو اتصالات أو تتصل بأحدهم أو أحدهم يتصل فيك بتكون الظروف داعمة لأفكارك وممكن تهتم لبعض الاتصالات والمشورات أهم إشي أنك ما تكون مهمل وما تترك انطباعات سلبية أما بالنسبة ليوم الأربعاء ويوم الخميس وحتى ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود بالثور ابتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم بدك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصل تعييد لا بأس فيه فعشان يقدك تكثف ارتباطاتك في هاي الأيام باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والهيوني والصبر وبتفرح بانتصار مهني أو اجتماعي للأسف من ظهر يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد القمر بصير موجود بالجوزاء اللي هو بيت متاعبكم فهي الأيام بنال التعب منكم فبتكون تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا يعني كثير لخذائكم وراحتكم بشير القمر لاركود وتأخير في سير بعض الأمور حذروا من التراجع الصحي والمعنوي وحاولوا وتستريحوا بعيد عن الأضواء وما تختلق أي أعذار وحاول إنك ما تهرب من المسئوليات والمهمات المكلة لا إلك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم السبت ويوم الأحد اللي هو بكرة القمر موجود بالحوت فهنا بذل هاي الأيام بتركز على الأمور المالية المشتركة فبتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية حذروا إهمال نقاط إدارية أو قانونية وإنتوا بحاجة لاستشار الذوي الخبرة ممكن تعالجوا أمور مالية أو إرثية أو تنشغلوا بتخليص معاملات رسمية الأهم إنك ما تتدمروا أما بالنسبة ليوم الاثنين ويوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالحمل فهنا بتنشطوا في مجال السفر البعيد والاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب وتعتبر هاي فترة مناسبة لإجتياز امتحان أو جراء مقابلة حاولوا أنك تظهروا في هاي الأيام تعاون أكبر مع الآخرين والجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة ولا اختبار تجارب مختلفة بتشعروا بالاعتزاز والفخر أهمش إنك ما تستسلم وما تردخ لشروط ما بتناسبك ناقش بمنطق أما بالنسبة ليوم الأربعاء ويوم الخميس وحتى ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود بالثور فهاي فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم يعتبر بيت السمعة فعشان هيك بتحمل برضو هاي الأيام فترة من الضغوط على عدة أصعدة يعني بتكون هاي الأيام متوترة فلا تجازف ولا تغامر ولا تشوه سمعتك بتنتظرك في هاي الأيام مواجهة أو ارتباط مهم بيسبب لك نوع من أنواع التوتر فبدك تحاضر الإعناد والمشاعر السلبية من ظهر يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد القمر بصير موجود بالجوزاء هنا بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء وهي تعتبر فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم أهمش أنك ما تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك وبتتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وممكن تشارك بفعالية أو مناسبة في هاي الأيام برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً اليوم السبت وغداً لأحد القمر موجود بالحوت مقابلكم تماماً فبتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم وتعتبر هاي فترة مناسبة للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة وتعتبر هاي الفترة برضو فيها بعض الصعوبة لأن القمر لما يصير مقابلك بتفقد أنت من طاقتك فممكن هاي الأيام تعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية بحذرك من عدائة الجو والنفور والخلاف والتوتر وحاذر من المشاكل على أنواعها وتعتبر فترة صعبة أما بالنسبة ليوم الاثنين ويوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالحمل فبتظل الأمور بتركز على الأمور المالية المالية المشتركة فبتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب الوصيلة بشراكة أو تعويض بيتوجب عليك عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة بدك تكون متفاهم لأوضاع الآخرين ولأراهم اتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي أما بالنسبة ليوم الأربعة ويوم الخميس وحتى ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود في برج الثور هنا ممكن يصلكم خبر من بعيد أو من خارج البلاد أو تنجحوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات لبعيدة برضو وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم تطمئن خواطرك هذه الفترة وممكن ترغب بخوط تجربة جديدة فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال ما تعتبر هذه الفترة من أجمل أيام الشهر من ظهر يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد القمر بصير موجود بالجوزاء فهنا بتحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل حاولوا في هذه الأيام أنكم تقدموا أفضل ما عندكم لعلكم أنكم تحققوا فيها إنجاز أو تحرزوا تقدم أو رفعة لا تهددوا سمعتكم بالخطر في هذه الأيام لأنه يعتبر هذا بيت السمعة فممكن شوي يفتح لك بعض المجال للتهور فلا تغامر ممكن تقلق بشيء لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة تعتبر هذه فترة مثمرة ومهمة جدا ورح يكون أسهل وأقل إرباك إذا كنت جاهز برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً اليوم السبت وغداً لأحد القمر موجود بالحوت بيبدأ العمل بالتراكم لديكم حول إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم تعتبر هذه فترة مناسبة لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط أهمش إنك ما تأجل عملك وما تضيع الوقت راعي ظروفك الصحية وأطلب المساعدة من الزملاء إذا دعت الحاجة تعتبر فترة مهمة جداً وحاول إنك تهتم بسلامتك الجسدية أما بالنسبة ليوم الاثنين ويوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالحمل فهنا مقابلكم تماماً بترغبوا بتدعيم شراكاتكم وتعتبر هذه فترة مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء إنه في هاي الأيام لأن طاقتك ضعيفة ورح تكثر الواجبات وتتزامن تدخل في أكثر من وقت ممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت حاذروا من التراجع الصحي هو ما في خوف ولكن اللي عندهم بعض الأعراض الصحية يراجع الطبيب وحاولوا إنك تتبعوا الإرشادات والتعليمات اللي ذكرتها واتجنبوا المشاكل وحاولوا إنكما تتسلطوا أما بالنسبة ليوم الأربعاء ويوم الخميس وحتى ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود بالثور ثقتكم هنا شوي بترتفع أكثر من الأيام الماضية وبتحمل هاي الأيام فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتضل بحاجة للرعاية فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد أهمش إنه ما تغامروا بموقعكم وحاضروا النزاعات والتذمر والتمرد وأحاول إنك تقوم بواجباتك بشكل تام أما من ظهر يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد القمر بصير موجود بالجوزاء هنا اللي بيتقدم لإمتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد تعتبر فترة حافلة بالنشاطات ما بين سفر واتصالات وحوارات ونقاشات وتعامل مع جانب ويعني أجواء ممتازة ممكن تتلقى خبر في هاي الأيام من الخارج أو من جهة غريبة حول تسهيل أموركم ممكن تهتم بثقافة مختلفة أو إنه يشجعك هاي الأيام على الانضمام لا نادي أو جمعية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم السبت وغدا لأحد القمر موجود بالحوت فبتجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية بتبعث على البهجة والإنشراح وبوسعكم ممارسة نشاط فني وبدعوكم للإبكار لنشاطاتكم وعدم التلك وحضروا بشكل جيد لعملكم وحاولوا أنكم ما ترتجلوا ممكن تطلق مشاريع جديدة أو تتلقى إجابات وإشارات مهمة وحاولوا أنكم تبتسموا الحظ بيكون لجانبكم أما بالنسبة ليوم الاثنين ويوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالحمل فهنا بتكن تنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وبتجدوا تعاون من زملائكم نظموا جد والغداكم واخدوا قصد من الراحة من حين لآخر ممكن شوي هيك يعني تعتبر هاي الفترة فترة أو مرحلة مهنية جديدة لكن هذا ما بيعني أنه هاي المرحلة راح تكون سهلة بتكثر فيها الواجبات وبتتزامن ومن الحكمة عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة حذروا من المشاكل برضو الصحية أما بالنسبة ليوم الأرفعاء ويوم الخميس وحتى ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود بالثور فتعتبر هاي أيام مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعك وتعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية أهم شيء في هاي الأيام تحافظوا على هدوء عصابكم ونبرد صوتكم بتكون الضغوط كثيرة فحذروا من تأزيم أي خلافة حاولوا أنه برضو يكون كلامكم ماضح تفادي لأي سو تفاهم من ظهر الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد القمر بصير موجود بالجوزاء فهون بتقدروا تدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة أهم شيء ما تسمحوا لأي شخص بالتشكيك بقدراتكم لا تكونوا جارحين بالكلام بل فاوضوا بهدوء ودبلوماسي وكونوا حريصين على حقوقكم بتتحسن الأجواء وممكن تحصلوا على الفرصة المناسبة لتبرير أخطائكم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم السبت وغدا لأحد القمر موجود بالحوت بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية تقدروا تلطفوا الأجواء تفادي لأي أزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد بشجعك القمر على تكرار المحاولات ترتفع نسب الحضوض عندك بشكل كبير حاول أنك تستغلها أما بالنسبة ليوم الاثنين ويوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالحمل فهنا أيام مناسبة وقوية جدا بالنسبة لك بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم الفرصة مناسبة للمصالح أو للتسوي وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا ممتازة تعتبر فترة إيجابية لازم تستغلها أما يوم الأربعاء ويوم الخميس وحتى ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود بالثور هنا بدأنا بمرحل المقابلة للقمر رغم تراكم العمل أنتو عندكو قدرة على إنجاز الكثير من هاي الأعمال ولكن بتتنظموا جدوى الغذاءكم أو تأخذوا قسط كافي من الراحة بتلاحق كل اتصالات وبتكثر المسؤوليات العائلية والمهنية أهم شي إن كنت نظموا وقتكم ما تتأخروا ممكن تهتموا بإنشغالات مالية أو تساؤلات حول قدرتكم على التحمل أهم شي إنك ما برضو ما تشك بنفسك إنشغالات صحية في هاي الأيام من ظهر يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد الخمر بصير موجود بالجوزاء هنا بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة وتعتبر هاي فترة صعبة بتثقل خلال هالهموم والمسؤوليات لأن الخمر بصير مقابلك تماما فما بتنفعك وحاول إنك ما تنفع ما بتنفعك بالعصبية والعنادة والأمور هاي وما تنفع وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر والجدال وعالج كل التطورات بموضوعية وعصاب باردة وما تتسرع باتخاذ القرارات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم السبت وغدا الأحد الخمر موجود بالحوت فهنا أيام نشطة جدا بالنسبة لإلك بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر هاي فترة مناسبة للقيام بنزهة قصيرة بإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أوجر تعتبر هاي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات للمشاركة في المؤتمرات الندوات بتنجحوا في طرح موضوع حساس وممكن تقدم على عمل مهم يلفت الأنظار والإعجاب أما بالنسبة ليوم الاثنين ويوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالحمل فهنا بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة بتحتاج المسائل الخاصة والعائلية إلى مناقشة وبتظهر بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات وممكن تتعرض لمحاسبة وربما لتحديات واستفزازات أو بعض الأعطال المنزلية أما بالنسبة ليوم الأربعاء ويوم الخميس وحتى ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود بالثور هنا الأجواء ممتازة جدا وبترغبوا فيها بالتقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني أهم شيء ما تبلغوا في تجربة حظكم المالي انتوا على موعد مع مصالحة أو لقاء ودي اتجنبوا الانتقادات ووسعوا لتلطيف الأجواء بتستعيد صفاء ذهنك فأوض بمهارة حاول إتمام العقود والصفقات التجارية في هاي الأيام لأنها أيام ممتازة والحظ بيدعمك أما من ظهر يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد القمر بصير موجود بالجوزاء هنا بدكوا تواصلوا ما بداتوا به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم وحذروا من أي تراجع صحي في هاي الأيام وما تسمحوا للواجبات بالتزامن ولا بدت تراكم بدكوا تكونوا أكثر تنظيما تحسنوا إدارة الوقت اتجنبوا إثارة العدوات وإهمال وضعكم الصحي حاولوا تأخذوا قصة من الراحة ويهدأوا كونوا عند حسن الظن برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم السبت وغدا لأحد القمر موجود بالحوت يعني بيت المال فهو أنا بتحصلوا على مبلغ من المال أو بتدخلوا تحسين على ميزانيتكم منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة حاولوا أنك تبحثوا عن وسيلة أفضل لتحسين وضعكم المالي تستعيد الثقة بنفسك لكن بذلك تحاذر من المبالغة بمصاريفك وعطاءاتك ممكن تظهر بعض المصاريف الغير متوقعة أما بالنسبة ليوم الاثنين ويوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالحمل فهو أنا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ومنك أشخاص ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح تعتبر هاي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات وبتنجحوا بطرح موض وحساس ممكن تقدم على عمل مهم يلفت العنظار والإعجاب أما بالنسبة ليوم الأربعاء والخميس وحتى ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود بالثور بوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم انكوا تعززوا الروابط العائلية وحاولوا انكوا تخصصوا فترة لا بأس فيها من وقتكم ولا الاهتمام بمتطلبات العائلة الجو العام ضاغط والمسؤوليات كبيرة وممكن تكون على موعد ارتباط مهم ما بيجوز الفشل وتعتبر هاي الفترة فيها مصاريف منزلية طارئة ممكن تيجي عطال أو مشتريات أما من ظهر يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد القمر بصير موجود بالجوزاء هون ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وبتكثر عندكم التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا وبتصبح الأجواء أكثر سهولة ممكن تظهر لك هاي الأيام لقاءة طارئة مع الإخوة أهم شيء أنك تقدم لهم المساعدة والدعم اللازم تعتبر هاي فترة ناجحة ومطمنة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم القمر عندكم اليوم وبكرة السبت والأحد القمر موجود بالحوت فرح تبدأوا فترة إيجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة تعود عليكم بالنفع وبتعززوا معنوياتكم من جديد وبتتحمسوا للمبادرة ولإدخال تعديلات على حياتكم تعتبر هاي فترة بداية حافلة بالنشاطات بتنتظرك مفاجأة وخبر سار أو استعداد لوارشة جديدة من أفضل أيام الشهر أما بالنسبة ليوم الأثنين ويوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالحمل فهنا بتصير التركيز كله على الفرص المالية الفرص المالية المتاحة بتيجي من يعني من عمل إضافي مكاسب مالية أموال مستردة مال بعود لكم أو ممكن تحصلوا على هدية ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية في هاي الأيام لأنها أيام ممتازة فحاول أنك تعمل بجدية ونظم شؤونك المالية وإمتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة أما بالنسبة ليوم الأربعاء ويوم الخميس وحتى ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود بالثور فتعتبر هاي أيام نشطة جداً بالنسبة للكم بتنشطوا بالدراسة بالسفر بالاتصالات وتعتبر هاي فترة مناسبة للخروج في نزة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع الإخوة أو الجيران وبتمتعوا بقدرات ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف أهمش أنك ما تسكت حاول أنك تسمع صوتك بدعوك لتنظيم جدول أعمالك تفادياً للإهمال أو التقصير من ظهر يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد القمر بصير موجود بالجوزاء هنا التركيز في هاي الأيام بصير على البيت وعلى العائلة تنهمكوا بأمور الهاصلة بالعائلة زي ما حكينا بالبيت بالعقار أهمش أنكوا ما تتهربوا من المسؤوليات وإن كثرت نظموا وقتكم بشكل جيد تفادي لأي تقصير حاولوا أنكما تبخلوا على العائلة بالعطف والنصائح وهاي تعتبر فترة مناسبة للارتباط ممكن تشعروا بالانزعاج أو القلق حاول مسألة عائلية أو صحة أحد أطراد العائلة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا هذا الأسبوع والله أعلم يهرض الله ورض الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر